اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في واشنطن مع وزير الخزانة الامريكي ستيفن منشوين الجهود المشتركة لاغلاق شبكات تمويل الارهاب وقائمة الارهاب الجديدة في الشأن السوري اعلنت جيش السوري الحر تدمير ست مروحيات تابعة لقوات الاسد في مطار بلي العسكري في ريف دمشق بعد استهدافه بصواريخ جراد وافاد مراسلنا نقلا عن شهود من دلاع حرائق داخل المطار بعيد استهدافه ويعد مطار بلي العسكري قاعدة انطلاق لمروحيات الاسد التي تقصف البلدات السورية الثائرة في محافظات درعة والقنيطرة وريف دمشق اصيب شخصان على الاقل بجروح في انفجار عربة مفخخة استهدفت وحدات حماية الشعب في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي واكد مراسلنا ان المصابين نقلوا الى مستشفى الابيض لتلقي العلاج تواصل قوات الاسد مدعومة بميليشيات طائفية حملتها العسكرية العنيفة على مخيم درعة بهدف ايقاف المعارضة المسلحة عن التقدم في معركة الموت ولا المذلة في حي المشية التفاصيل مشاهدين مع مراسلنا براء عمر تتكسر امام مقاتلي غرفة عمليات البنيان المرصوص محاولات قوات الاسد المتكررة اقتحام مخيم درعة الذي يتزامن مع قصف كثيف بالاسلحة الثقيلة فقد اكد مقاتلو جيش الحر صدهم محاولات عدة لتقدم النظام مدعوما بميليشيات طائفية باتجاه المخيم تأتي هذه الحملة العسكرية مع وصول تعزيزات من الفرقة الرابعة في قوات النظام الى الجنوب السوري نحن رابط الآن في مخيم درعة وهناك حملة شرسة على مخيم درعة منذ اكثر من 10 او 15 يوم على مخيم درعة جاء بالفرقة الرابعة بالكامل وجاء ميليشيات حزب الله وميليشيات ايرانية وميليشيات افغانية وحاولت الاقتحام الحي مخيم ناسيين مع اللاجئين عدة مرات والحمد لله رب العالمين قمنا بالتصدي لهم ورغم الطائرات ورغم صوريخ الفيل بإذن الله نحن صامدون وجاهزون في مخيم درعة مع استمرار الحملة العسكرية للنظام والاشتباكات شبه اليومية يبرز حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم فالبقعة الجغرافية هذه محيت عن الخارطة تقريبا الارض المحروقة سياسة انتهجها النظام في حملته هذه فجميع سكان المخيم نزحوا عن منازلهم التي تحولت أثرا بعد عين أخوي هجرنا من الجولان من 30-40 سنة رد لحقنا عن المخيم هجرنا من المخيم ما نعرف شوين نروح هاي هاي دي مش شوارع من المغراضة مش عارفين من نروح طل الدمار طل الطيران من الفيلة كل يوم زلت علينا 100 فيل 200 فيل 500 برميل يعني دمرونا وين نروح مش عارفين هجرون هاي طل وين نروح مش عارفين هاي دي مش شوارع وقصام دينا حتى الموت يقضي أحمد وقته في البحث عما يمكن الاستفادة منه وسط ركام منزله المدمر ضرب كثير على المخيم ما في ليلة تمر علينا إذا مو 20 و25 فيل وعندي شوية غراض صالي ساعة أكوش فيه بس حتى قدرت أطلع حن وإلي ساعة طلعت تحت الردم ولا السيادة قدرت أطلع المخيم والمخيم غير مؤهل للسكن نهائيا ولا بأي طريقة نطلق كله أعداد النازحين من المخيمات تخطت خمسين ألفا في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان مدينة درعا في جميع الأحياء المحررة برا عمر لأخبار الآن درعا إلى العراق حيث تشك القوات الأمنية العراقية على استكمال تطويق داعش في المدينة القديمة في الموصل وقال الجيش العراقي إنه استعاد السيطرة على حي باب سنجار شمالي المدينة القديمة المكتظة بالسكان والتي أعلن منها داعش دولته المزعومة إلى ذلك شنت الطائرات العراقية ضربات على مواقع لمسلحي داعش في بلدة اللعفر المحاصرة غربي الموصل وأفدت الأنباء أن الضربات أسفرت عن قتل العشرات من مسلحي التنظيم وتدمير مقر ومعمل لتفخيخ السيارات ومستودع كبير للأسلحة أعلنت الحكومة البريطانية أن المحادثات حول مغادرة الاتحاد الأوروبي ستبدأ يوم الاثنين المقبل ويتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق بحلول شهر آذار مارس من عام 2019 أي بعد سنتين من إبلاغ لندن رسميا الاتحاد الأوروبي باعتزامها مغادرة الاتحاد بعد استفتاء العام الماضي أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي يوروبول أن أكثر من 140 مخططا إرهابيا سجل في دول الاتحاد خلال عام 2016 فقط وأوضح اليوروبول أن هذا الرقم يشمل المخططات التي نفذت إضافة إلى تلك التي أخفقت أو أحبطت أعلنت الشرطة الصينية اليوم أن الانفجار الذي قتل فيه ثمانية أشخاص أمام مدرسة ناجم عن انفجار عبوة يدوية الصنع مؤكدة قتل المنفذ في الانفجار وأفادت وزارة الأمن العام في بيان لها أن المنفذ المفترض هو رجل في عامه الثنين وعشرين يعاني من مشاكل صحية واستأجر غرفة قرب المدرسة في بلدة فشينجيان الشرقية حيث وقع الانفجار يوماً خميس نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير قادة داعش يقتلون والبغداد صامت لا يرث أحداً أحييكم من جديد يخسر تنظيم داعش يومياً العشرات من أفراده وقادة الصف الأول الذين لم يبقى منهم إلا القليل إذ أصبحت خسارته كبيرة ولا يمكن إحصاؤها في التقرير أتالي مشاهدين نصلت الضوء على أسباب امتناع البغداد من رثاء قادة التنظيم الذين قتلوا خلال الفترة الماضية قادة يتساقطون تباعاً ومئات الأفراد يموتون يومياً وكل ذلك في سبيل تنظيم البغداد الخليفة المزعوم الذي يختبئ بأمان فيما يترك قادة تنظيمه عرضة للموت فهو عاجز عن حمايتهم أو حتى عن توجيه كلمة ترثيهم أو ترث رفاق دربه المقربين اعتاد داعش أن يرثي قادته مثل ما حصل حين قتل الشيشاني والسويداوي والأنباري والتركماني وغيرهم من قادة الصف الأول الذين رثاهم البغدادي أو وزير إعلامه المقتول أبو محمد العدناني إلا أن المعادلة تغيرت في الأشهر القليلة الماضية التي خسر فيها داعش الكثير آخر رثاء للبغدادي كان مطلع تشرين الثاني نوفمبر 2016 عندما توجه بكلمة إلى مؤيديه شحذ فيها همامهم وتطرق إلى مقتل رفيقي دربه وذراعي التنظيم الإعلامية أبو محمد فرقان وأبو محمد العدناني ليغيب حتى مطلع آذار مارس 2017 حين ضاق القناق عليه أكثر في مدينة الموصل فخرج بكلمة تهديد ووعيد دون أن يرثي أحدا أو ينطق بكلمة تتحدث عن قادته المقتولين أو رفاق دربه خبراء في الجماعات المتشددة يرون أن امتناع البغدادي عن رثاء أحد قادته في الآوين الأخيرة يعود لسببين أولهما ارتفاع أعداد قادة الصف الأول المقتولين في الأشهر الأخيرة والثاني انفصال البغدادي عن واقع الأحداث نتيجة اختبائه بعد تضييق الخناق على أفراده في سوريا والعراق بالفعل البغدادي أصبح منفصلا عن الواقع وخاصة بعد خسارة البعاج فهو مختبئ خائف من خيانة المقربين الطامعين بالحصول على 25 مليون دولار لقاء رأسه لقد أصبح البغدادي معزولا تماما وصلة الوصل بينه وبين العالم الخارجي وأفراد التنظيم المتطرف هو أبو يحيى العراقي أو إياد حامد الجميل بحسب ما أكده خبراء لأخبار الآن فالبغدادي أصبح متوترا وحذرا للغاية في تحركاته ودائرة الثقة الخاصة به أصبحت أصغر لم يبقى إلى جانب البغدادي من قادة الصف الأول إلا معاونيه الرئيسيين وهما وزير الدفاع في التنظيم إياد العبادي وإياد الجميل المسؤول عن الأمن والذي قد يكون هو الآخر قد قتل في الآوينة الأخيرة والبغدادي غير قادر على رثائه أرض الخلافة المزعومة تتلاشى سريعا وخليفتها مختبئ لا يملك أرضا يحكمها مشاهدين في خبر عاجل وردنا توى وزارة الدفاع الروسية ترجح قتل الزعيم داعش أبو بكر البغدادي في ضربة لها على الرقة في سوريا في نهاية شهر مايو آيار الماضي تفاصيل هذا الحدث مشاهدين سنوفيكم بها حالة ورودها خلال نشراتنا اللاحقة أيضا في أخبارنا مشاهدين أعلن مسؤولون أفغان أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا بينما جرح عدد آخر في هجوم استهدف مسجدا في العاصمة كابل وتفيد بعض الأنباء بأن أحد المهاجمين ما يزال طليقا ووقع الهجوم الذي أعلن داعش المسؤولية عنه خلال صلاة المغرب يدعون الإسلام والتدين ويشنون أبشع الجرائم بحق المدنيين الآمنين دون أن تمنعهم شريعتهم ولا حتى أيام شهر رمضان المبارك من الإمعان في الإجرام والأذية ففي أفغانستان لوحدها رصدت أخبار الآن مسلسلة من الأحداث الدامية التي طالت العاصمة الأفغانية كابل نتابع في جولة سريع لما تعيشه أفغانستان من عنف في شهر رمضان المبارك نقف أمام أعنف أهجوم يقع منذ سنوات بحجمه وحجم ضحاياه إذ استهدفت شاحنة مفخخة كبيرة شارعا في كابل قرب السفارة الألمانية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واتهمت وكالة الاستخبارات الأفغانية شبكة حقان بالوقوف وراء هذا التفجير الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أربعمائة آخرين بجروح معظمها دائم وخلف عهات مستديمة لا تشفيها الأيام وذلك وفقا لأحدث أرقام وفرتها الحكومة الأفغانية حسب المعلومات شاحنة نقل للمياه كانت مفخخة نفذت هذا الهجوم العنيف التفجير استهدف الشعب والمدنيين وضحايا كلهم من المدنيين العدو هو عدو البلاد والعباد الخسائر كبيرة للغاية كما وضحايا عددهم كبير هجوم أدمى وأدمع وخلفت جراحا على جرائم ترتكبها جماعات بمسميات مختلفة ولكن النتيجة واحدة ماذا علينا أن نفعل؟ ما ننسو الله ولا نشكو إلا إليه من هم طالبان وغيرهم؟ إنهم محوش تفترس البشر الضحايا لا يعدون الضحايا كثيرون جدا الأشلاء منتشرة هنا وهناك وضع لا يصف وضع لا يطاق لا تسألوا شيئا التفجير كان مرعبا جدا وأصاب الكثيرين انتشر الرعب في كل مكان دوي الانفجار كان قويا جدا إنهم خوانتون يخنون البلاد ويغتلون الأبرياء لم يكتفي المهاجمون بذلك بل لاحقوا حتى من قضى نحبه بجرائمهم فبعد هذا الهجوم بيومين استهدف ثلاثة مهاجمين انتحاريين صلة جنازة أحد ضحايا الهجوم وكان قد حضر الجنازة عبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي ومسؤولون كبار في الحكومة تعبرا عن وقوف الحكومة مع شعبها وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات أيضا على إثر هذه المعطيات الأرضية والتطورات الخطيرة تتزايد الكراهية الشعبية تجاه طالبان وداعش بين عمة الشعب لتخسر من حجم البيئة الحاضنة لها إن وجدت وأصبحت أي عملية أو خطوة ترمي نحو التسوية السياسية أو التفاوض مع هذه الجماعات تحظى بالرفض رجل أفغاني من ولاية بدخشان كان يعيش مع زوجته في قرية كان أفراد من شبكة حقاني يفرضون أتاوة إجبارية على المواطنين فيها من دون مراعاة الدخل المادي للأسر على حد قوله التفاصيل في الشهادة التالية شبكة حقاني هي تقف وراء الشقاء الذي نعيشه الآن وحالة النزوح السيئة كنت في قرية وأقوم بأعمال بيتي لم تكن هناك أي صلة بيني وبين الحكومة ما كنت طرفا أبدا في الصراع الدائر أنا من السكان العاديين ولا تجارة كبيرة لدي ولست موظفا لم يمضي الكثير من الوقت على احتلال مقاتل حقاني لقريتي إلا وأصبحوا يفرض علينا إتاوات إجبارية من دون مراعاة الدخل الشهري الزهيد لنا مرة كانوا يطلبون المؤن ومرة أخرى كانوا يطلبون الأسلحة طلبوا مني أن أدفع نحو أربعة ألاف وخمسمائة دولار أي أحد منا كان يرفض دفع الأتاوة كانوا يبيعون أغراض بيته ويخرجونه من بيته ويبيعون بيته أيضا لم يترددوا في قتل من يجرؤ على المخالفة حتى وإن لم يقتلوا فقد كانوا يجعلون الحياة له جحيما لا يطاق بحيث تمنى المرء فيه الموت مرارا حولوا حياتنا إلى مأساة يومية مضطرنا إلى الفرار والآن نعيش هنا منذ أكثر من سنة بعيدا عن البيت والعمل والقرية نعيش هنا في بطالة وفقر وعلى ديون نأخذها بأمل أن يتحسن الوضع نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها فيسبوك تدعم إضافة صور جي آي أف في التعليقات أعلنت فيسبوك عن دعم إضافة الصور المتحركة بصيغة جي آي أف إلى التعليقات على شبكتها الاجتماعية وذلك احتفالا بمرور ثلاثين عاما على ابتكار هذه الصيغة من الصور اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية هاتفان جديدان من لينوفو لذوي الدخل المحدود كشفت شركة لينوفو عن هاتفيها جديدين الذين ينتميان إلى فئة الهواتف المخفضة ويستهدفان المستهلكين من ذوي الدخل المحدود هما موتو اي فور وموتو اي فور بلاس وستطرح لينوفو موتو اي فور بسعر يبدأ من مائة وثلاثين دولارا أمريكيا في حين سوف تطرح موتو اي فور بلاس بسعر يبدأ من مائة وثمانين دولارا صحيفة الامارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها برنامج خبيث قادر على قطع شبكات الكهرباء كشفت شركتان متخصصتان في أمن الانترنت عن برنامج خبيث معقد قادر على قطع الكهرباء من خلال اصدار اوامر لاجهزة الكمبيوتر باغلاق محاولات الطاقة الكهربائية نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتي اهم ميزتين في ايفون ايت لا تفصح شركة ابل الامريكية في العادة عن المزايا الجديدة لهواتف ايفون الا عند طرحها بشكل رسمي لكن الشركتين التي تقومان بتصنيع الاجهزة تحدثت عن ميزتين مهمتين في هاتف ايفون ايت المرتقب تكمنان في خاصية الشحن اللاسلكي وكاميرا امامية تتيح للمستخدم ايقفل الهاتف من خلال وجهه ختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة اليوم السابع والجي تكشف عن هاتف جديد لمنافسة ايفون ايت في شهر يناير النقبل كشف التقارير الجديدة ان شركة ال جي الكورية الجنوبية تنوي تغيير خطتها الخاصة بالعام المقبل وتدرس اطلاق هاتفها الجديد جي سيفن قبل موعده بعدة اشهر لتتمكن من بدء العام الجديد بهاتف قوي قادر على منافسة الهواتف الذكية الاخرى خاصة مع استعداد ابل لطرح ثلاثة هواتف جديدة في شهر ايلول سبتمبر المقبل ونشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل اخير طفل من خمسة في الدول المتقدمة يعيش في فقرة احييكم من جديد سجلت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين اليمنيين اكثر من مليونين وسبعمائة الف نازح يمني بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الفين وخمسة عشر نزوح اكثر من مليونين وسبعمائة الف يمني بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الفين وخمسة عشر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليمنيين قالت إنها سجلت أكثر من مليوني ونصف نازح داخل اليمن وثلاثة مائة ألف آخرين في الخارج موزعين على السعودية ومصر والجبوتي والتركيا وماليزيا والسودان والصومال والأردن واتهم رئيس الوحدة نجيب السعدي مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية لرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتسبب في نزوح اليمنيين عقب انقلابهم على حكومة الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي وإشعال الحرب على اليمنيين بسيطرتهم على المدن اليمنية لافتا إلى أن النزوح والتهجير القسري بدأ عام 2004 في محافظة صعدة مع قل جماعة الحوثيين عندما اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي حيث لم يتمكن أكثر من أربعمائة ألف نازح من العودة إلى صعدة بسبب خشيتهم من انتقام الميليشيا التي سيطرت على المحافظة وكيلة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لولا عبدالكريم صالح قالت هي الأخرى أن عدد النازحين خارج البلاد وصل إلى نحو أربعمائة ألف يمني وأضافت المسؤولة اليمنية أن الوزارة تقوم بالرصد والتوثيق لمجمل الانتهاكات التي تحدث بالتعاون مع منظمات محلية والتحالف والمنظمات الإقليمية والدولية في حين تتوزع تلك الانتهاكات التي لا تزال مستمرة بين القتل والاعتقالات والإخفاء القسري والتهجير وتفجير المنازل والحصار قال تقرير لليونيسيف نشر الخميس إن واحدا من كل خمسة أطفال في الدول الغنية في فقر نسبي وصنف الولايات المتحدة ونيوزلندا من بين الأسوأ في العالم على مستوى رفاهية الشباب على غير المتوقع جاء تقرير لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف يكسف أرقاما جديدة حول مستوى رفاهية الشباب في دول العالم عالية الدخل الصادم في التقرير هو إدراج دول غنية كدول ترتفع فيها نسبة الفقر عند أطفالها فقد قال التقرير إن واحدا من بين كل خمسة أطفال في الدول الغنية يعيش في فقر نسبي وصنف الولايات المتحدة ونيوزلندا من بين الأسوأ في العالم على مستوى رفاهية الشباب وجاء في التقرير إن نحو 13% من الأطفال في تلك الدول لا يحصلون على الطعام الآمن والكافي فيما ترتفع هذه النسبة إلى 20% في الولايات المتحدة وبريطانيا وأخذ التقرير بعين الاعتبار عوامل مثل التعليم والصحة العقلية والإدمان على الكحول والفرص الاقتصادية والبيئية لتصنيف 41 دولة عالية الدخل على سلم رفاهية الشباب وجاءت ألمانيا والدول الإسكندنافية في رأس القائمة في محلة رومانيا وبلغاريا وتشيلي في أدناها واحتلت نيوزلندا والولايات المتحدة المرتبتين الرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين على التوالي وجاء أداء الولايات المتحدة متدنيا بالنسبة للفقر والجوع والصحة والتعليم وعدم المساواة وجاء أداء نيوزلندا سيئا بشكل خاص فيما يتعلق بالصحة العقلية للمراهقين وسجلت أعلى نسبة انتحار في العالم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر وتسعة عشر عاما أي أكثر بثلاث مرات تقريبا عن معدل الدول التي شملها التقرير وأظهر التقرير أن عدد المراهقين الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية يتزايد في غالبية الدول المشمولة بالدراسة وكذلك نسبة البدانة بين الشباب أحياء العالم يوم أمس اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين لفرصة سنوية للتعبير عن رفض التصرفات التي تسيء لبعض الأجيال الأكبر سنا التفاصيل مشاهدين في تقرير للزميلة ديمان جم تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى عشرة في المئة من كبار السن قد يكونون معارضين لسوء المعاملة في بعض البلدان ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضا إساءة معاملة بعض الأجيال الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة إساءة معاملة المسنين من المشاكل الموجودة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء ولكنها أيضا من المشاكل التي لا يبلغ عنها بقدر كاف على الصعيد العالمي ولا توجد معدلات لانتشار هذه الظاهرة أو تقديرات خاصة بها إلا في بعض البلدان المتقدمة وهي تتراوح بين 1% و10% تشير التقارير إلى أن واحدا من كل عشرة مسنين يتعرض للإيذاء الذي يمكن أن ينتهي بعواقب نفسية خطيرة تشمل إصابتهم بالاكتئاب والقلق كما يصيب الخرف المسنين بشكل أساسي وهو مرض يشمل تدهورا في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على أداء الأنشطة اليومية ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يصيب الاضطراب النفسي نحو 15% من المسنين إضافة إلى إصابتهم باضطرابات عصبية وأمراض مثل السكري وضعف السمع وغيرها ومن المتوقع تزايد عدد حالات إساءة معاملة المسنين على الصعيد العالمي لأن كثيرا من البلدان يشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين الذين قد لا تلبح تياجاتهم على النحو الكامل نظرا لقلة الموارد وتشير التنبؤات إلى أن الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق من سكان العالم ستشهد بحلول عام 2025 زيادة بنسبة تفوق الضعف أي من 900 مليون نسمة في عام 2015 إلى نحو مليارين نسمة في عام 2050 طابعة ثلاثية الأبعاد لعلاج حالات العقم عند النساء نجح علماء أمريكيون في استخدامها وإنتاج نسيج صناعي لمن يعانون من اضطرابات في وظائف القلب تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع زميلة عبير عبدالله نجح فريق من العلماء في جامعة الشيكاغو الأمريكية في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في علاج حالات العقم عن طريق طبع بويضة صناعية لدى فار وذلك بواسطة حبر جيلاتيني حيث قام الفريق العلمي بسحب البويضات الطبيعية وزرع بويضة صناعية في الرحم بدلا منها لمساندة الهرمون المبيضي حتى تعطي مساحة لامتلائها بالهرمون والتي يصل عددها للعشرات كي تسمح للأوعية الدموية بالاتصال بالبويضة المزروعة وكل ذلك يتم معبليا قبل نقله إلى رحم الأم وقد أجرت التجربة على سبعة فئران تم تزاوجها بعد حصولها على البويضة الصناعية وقد أنجبت ثلاثة منهم فئران صغيرة تلمت بواسطة البويضة التي أنتجت عن طريق الزرع كما توصل أيضا فريق من الباحثين في جامعة أمريكية إلى إنتاج نسيج صناعي للقلب الذي تم تطويره عن طريق الطابعة الثلاثية الأبعاد ويحتوي نسيج القلب الصناعي على شريحة متصلة بمستقبلات وهو ما يسمح بتصليح تعسر عمل وظائف القلب وتحليل فاعليتها وما زالت نتائج هذا النسيج الجديد تحت المعالجة الطبية وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات الأسد تقصف سكان مخيم درعا لإيقاف تقدم المعارضة أخبار الآن ترسد سلسلة الأحداث الدامية التي طالت كابل وفي اليمن أكثر من مليوني شخص خارج بيوتهم منذ مطلع عام 2015 بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعوذ وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة